السلام عليكم يا رب يكون كل من يسمعني الآن بخير وعافية وصحة وسعادة هذا هو الدرس رقم 17 من سلسلة الأسبانية من الصفر هذا الدرس سنبدأ فيه الكلام عن زمن المضارع وتحديدا صيغة المضارع البسيط صيغة المضارع البسيط هي شكل للفعل الأسباني في زمن المضارع هذه الصيغة تستخدم واحد للتعبير عن الحقائق العلمية الشمس تشرق كل يوم الماء يغلي عند ماء الدرجة وهكذا اثنين للتعبير عن الأشياء التي تحدث بشكل متكرر أو للتعبير عن الأمور التي تسمى بالروتين ثلاثة يستخدم أيضا المضارع البسيط للكلام عن الأشياء التي تحدث الآن في هذه اللحظة أو التي ستحدث في المستقبل القريب أي بعد فترة صغيرة يستخدم لطلب شيء في المطعم أو في محل أو لطلب شيء بشكل عام خمسة للكلام عن الوقت أي للرد على سؤال ما الساعة ستة للإخبار عن قصة أو خبر أستخدم المضارع البسيط المضارع البسيط أصلا يسمى بالمضارع الإخباري هذه استخدامات للمضارع البسيط في الأسباني المضارع البسيط اسمه البرزينتي أو البرزينتي ديلينديكاتيبو الآن ليس مهم أن تحفظ أسماء الصيغ للأزمنة المهم أن تعرف استخدام وشكل الجملة أي شكل الفعل حين التحدث بصيغة معينة من قبل تكلمنا أن الفعل يتغير شكله بتغير شكل الضمير وضمائر الفاعل تكلمنا عنها في الدرس الماضي وهي هكذا الفعل يتغير شكله بتغير ضمير الفاعل الأفعال في اللغة الأسبانية يكون المصدر منها ينتهي بأحد هذه النهايات أي الفعل بدون أي إضافات ينتهي بأحد هذه النهايات الثلاثة أي فعل في الأسبانية في شكله في حالة المصدر ينتهي بأحد هذه النهايات الثلاثة والأفعال في الأسبانية أي الأفعال التي تنتهي بأحد هذه النهايات نوعان النوع الأول أفعال منتظمة أي يتم تصريف الفعل مع الضمائر بقاعدة ثابتة والنوع الثاني أفعال شاذة أي لا تنطبق عليها قاعدة الأفعال المنتظمة في هذا الدرس يبدأ الكلام عن تصريف الأفعال المنتظمة في المضارع البسيط الكلام الآن عن تصريف الأفعال المنتظمة المنتهية بأر المنتهية بهذا المقطع الذي ينطق أر أو يتكون من حرفين أي فعل منتظم ينتهي بأر لتصريفه مع الضمير نقوم بحذف المقطع الأخير المكون من حرفين أي مقطع أر ونضيف للفعل أحد هذه النهايات مع اليو أضيف أو مع التو أضيف آس مع الإل إيا أستيد أضيف آ مع نسوترس ونسوترس أضيف آمس مع بوسوترس وابوسوترس أضيف آس مع إيوس إيا أستيدس أضيف آن نطبق هذا الكلام مع فعل من الأفعال المنتظمة المنتهية بأر وهو فعل أبلار الفعل منتظم ينتهي بأر إذن التصريف الفعل يكون بحذف مقطع آر وأضيف النهايات المناسبة مع كل ضمير يو أبلو تو أبلس إيل إيا أو أستيد أبلا نسوترس نسوترس أبلاموس بسوترس بسوترس أبليس إيوس إيا أستيدس أبلانوس ملحوظة سريعة في الأسبانية بشكل كبير في الكلام قد لا يتم التحدث أو كتابة الضمائر في الجملة باستثناء هذه الضمائر إيل إيا أستيد إيوس إياس أستيدس يعني ضمير الفاعل في الجملة لا يكتب بشكل كبير إلا فقط هذه الضمائر الست يعني إذا أردت أن أقول أنا أتحدث يو أبلو لكن إذا أردت أن أقول أو أتكلم أو أكتب كمتحدثين اللغة أقول أبلو من غير أن أستخدم الضمير يو أنت تتحدث أبلس أيضا لم أستخدم الضمير تو إذا تكلمت وذكرت الضمير أو كتبت الضمير الجملة صحيحة ماء بالماء لكن أقول لحضرتك أو لحضرتك عن شيء مشهور في الأسبانية اليوم لكي تحاول أن تستخدمه إذا أحببت ولا تستغرب إذا قابلته هم يتحدثون إيوس أبلان تخدمت وكتبت الضمير إيوس لأنه من الضمائر الستة التي تستخدم حادثة أو في الكتاب هذا بالنسبة لتصريف الأفعال المنتظمة المتهية بR في زمن المضارع البسيط والآن هذه عدد من الأفعال المنتظمة المنتهية بR للحفظ والمعرفة يحب أمار يساعد أيدار يطبخ كسينار يشتري كمبرار يجيب كونتستار يمشي كومينار يعمل ترابغار يسبح نادار يزور بستار والفعل السابق يتحدث أبلار معك الآن عشرة أفعال منتظمة تنتهي بR أنا أحب الشمس جملة بسيطة جدا أنا يو أحب الفعل يحب أمار فأنا منتظم إذن لتصريفه مع الضمير يو أحذف ر وأضيف النهاية المناسبة مع الضمير يو والنهاية المناسبة هي أنا أحب يؤام يؤام الشمس السول أنا أحب الشمس يؤام السول وتكلمنا أن الضمير يو من الضمائر التي لا تستخدم كثيرا في التحدث أو في الكتابة إذن أنا أحب الشمس أم السول هذا كان كلام سريع على تصريف الأفعال المنتظمة المنتهية بR في المضارع البسيط وفي الدرس القادم وهو الدرس رقم 18 تجد إن شاء الله الكلام عن تصريف الأفعال المنتظمة المنتهية بR والمنتهية بR في المضارع البسيط حاول أن تحفظ الأفعال العشرة المنتظمة المنتهية بR المذكورة في هذا الدرس وإذا في أي سؤال أو استفسار من فضلك اكتبه في تعليق والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر